وبالعودة إلى قرار إسرائيل الرافض على التعديلات التي طلبها لبنان على مقترحة ترسيم الحدود والذي توسطت فيه الولايات المتحدة ينضم إلينا من القدس مرسل ننضال كنعن نضال أهلا بك معنا إذن ماذا في تفاصيل الرفض الإسرائيلي؟ نعم داليا عمليا بالنسبة لرئيس الحكومة يائير لابيد فهو لا يستطيع الموافقة على هذه النقاط التي أثارها الجانب اللبناني بالنسبة له هو يتعرض لضغوط داخلية قوية جدا خاصة وأن إسرائيل على أعتاب انتخابات مصيرية بالنسبة ليائير لابيد وبالتالي هو لا يستطيع تقديم مثل هذه التنازلات أو تقديم تنازلات إضافية من وجهة نظره ومن هنا يأتي هذا الرفض الإسرائيلي وكدليل على ذلك قبل قليل خرج رئيس الوزراء السابق زعيم المعارضة بن يمين نتنياهو وقال بأنه لو لا الضغوط السياسية التي مارسها نتنياهو لكانت لابيد تنازل للبنان في هذه الاتفاقية وأن رفض لابيد عموما للشروط اللبنانية لم يكن إلا بسبب الضغوط التي مارسها عليه نتنياهو عمليا اليوم سيكون هناك اجتماع للمجلس الوزاري المصغر الكابينيت لإطلاع المجلس الوزاري المصغر على الاتفاق على مسودة الاتفاق التي عرضتها الولايات المتحدة وربما على الشروط اللبنانية لكن ما سيحدد مصير الاتفاق إذا كان هناك مجالا للتفاوض هو قرار المستشارة القضائية للحكومة التي عليها أن تبت اليوم فيما إذا كانت هذه الحكومة مخولة أصلا للوصول إلى مثل هذه الاتفاقية وأيضا للبت في كيفية المصادقة على الاتفاقية هل يتم التصويت عليه داخل الكابينيت أم داخل الحكومة أو حتى الكنيسة مع العلم أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية أيضا قد دخلت في الصورة وأعطت مهلة للحكومة الإسرائيلية حتى السابع والعشرين من الشهر الحالي للرد على هذه التساؤلات لمحكمة العدل العليا نظريا تستطيع الحكومة لغاية الآن التوقيع على اتفاقية لكن يبدو أن الأمور باتت أصعب منذ اليوم منذ إعلان رفض الشروط اللبنانية سمعنا تصريحات إسرائيلية وتهديد للحكومة اللبنانية وللبنان عموما رئيس الوزراء الإسرائيلي قال بأن إسرائيل ستمضي في استخراج الغاز من حق الكريش بغض النظر إذا تم توقيع اتفاق أو لا وأن على حزب الله أن يفسر وقتها للشارع اللبناني لماذا لا تملك لبنان حق الغاز خاص بها ووزير الدفاع جانس هدد بعملية عسكرية وبتدفيع لبنان ثمنا باهضا إذا ما كانت هناك عملية عسكرية ضد حق الكريش شكرا لك مرسلنا نضالة كانعنا كان معنا من القدس